مرحبا كيفكم؟ بعد ما عجبتكم الكبسات اللي عملتهم الأسبوع الماضي قررت بوصفة اليوم أعمل كمان كبسة كتير طيبة يعني من باب التغيير وكسر الروتين رح نعملها بالدجاج المكرمل كتير بسيطة بس دجاج وبصل وشوية بهارات جزء للدجاج وجزء للرز بلزمنا الدجاج يكون كامل فلفل حار ورق غار والبهارات ملعقة صغيرة من هيل مطحون لومي كزبرة ناشفة ملح بصلة مقطعة جوانح ملعقة صلصة البندورة ملعقة ريحان ناشف أو طازة بصلة مفرومة ناعم فلفل أسود أعوات خشبية زيت ومي رز بسمتي ثوم أخضر لو متوفر لتجهيز الحشوة بدي أكرم للبصل بحمل مقلاية وكل شوي بحرك البصل بدون زيت على نار متوسطة لخمس دقايق بعدها بصير أرش عليه مي وأحرك وكل ما نشفة المية بزيد لحتى أحصل على لون البني الفاتح بعد عشر دقايق هيك صار لونها بني فاتح بهاي المرحلة بضيف لها البهارات والملح بحركها شوي وبطفي تحتها قبل ما أحشي فيها الجاج برش بملعقة صغيرة ملح ورشة فلفل أسود وبسكرها منيح بالأعوات كمية البصل اللي حشي دجاجة وزنها كيلو بصلة متوسطة وأكيد ممكن تزيدوا حسب رغبتكم لطبخ الدجاج بنذبل البصل مع الملح بعدين بضيف الغار والفلفل والثوم الأخضر ولو مش متوفر بحط ثوم عادي وبحركهم شوي وما بنستغني عن الريحان كتير بعطيه طعم مميز بعدين بضيف ملعقة كبيرة سلصة وبحرك شوي وبشوح الدجاج على الوجهين لتاخد من طعم البهارات وبغمرها بالمي المغلية لتستوي بدها تقريبا ساعة ونص وما ننسى نزبط كمية الملح قبل ما يستوي بربع ساعة بنقع الرز وبجحز المكسرات حسب الرغبة بس يستوي الجاج بدها نوع سمنة ورشة كوركم ليعطيه لون حلو وبحمره تحت الشواية وبمرأته بطبخ الرز ولو زاد مرأة ضيفو لهم العقتين شوفان أو لسان عصفور أو خليط بينهم أو ممكن تفرزوها بالفريزر دايما احرسوا إنكم تحافظوا عن نعمة وهيكو صفتنا الرهيبة جهزت صدقا طعمها زاكي كتير ومميز جربوها ولا تنسوا اللايك عشان يرتفع الفيديو إلى اللقاء